اشتركوا في القناة البلاد ووارداتها لها أطول شريط ساحلي باليمن يقدر بخمس بائة وستين كيلو مترا وتطل على بحر العرب وخليج عدن وهو ممر هام لناقلة النفط والسفن التجارية. بدأت السعودية خطة توسيع نفوذها في المهرب باسم إرسال مساعدات إنسانية أو بذريعة دعم الأمن ومكافحة التهريب. لكن وصول قوات عسكرية سعودية إلى الغيظة العاصمة الإدارية للمحافظة بدون تنسيق مع السلطات المحلية. أثار احتجاجات وحل الإشكال بأوامر رئاسية تسمح بالتمركز تلك القوات في مطار الغيظة. في منتصف يناير الماضي وصلت قوات سعودية كبيرة على متن سفنة حربية إلى ميناء نشطون الميناء الرئيس بالمحافظة. وتمركزت في موقع مجاور. ولحقت بها تعزيزات في أبريل نيسان الماضي. فرضت هذه القوات قيوداً على الحركة التجارية والاستيراد في كل من ميناء النشطون. وأيضاً المنافذ مع سلطنة عمان. وهو ما أثر بشكل سلبي في إرادات المحافظة. في يونيو حزيران الماضي. احتج المئات من أبناء المهر على وجود القوات السعودية. وتم التوصل لاحقاً إلى اتفاق يقضي بخروجها. وتسليم مطار الغيظة والمنافذ الحدودية والبحرية إلى قوات يمنية. لكن القوات السعودية تنصلت من الاتفاق بعد ما استحدثت مواقع عسكرية جديدة. وفي الأول من أبغسطس الماضي. وضع الرئيس اليمني حجر الأساس لمشاريع تنموية في المحافظة بتمويل سعودي بقيمة 133 مليون دولار. ومن بينها تطوير ميناء نشطون. عززت هذه المشاريع التكهنات بسعي السعودية. تحضير لمد أموب نفطي يمر من منطقة الغرخير السعودية على الحدود مع اليمن إلى ساحل محافظة المهرة. لتكون في المستقبل منفداً لتصدير النفط السعودي عبر بحر العرب وخليج عدن. وتجنب مضيق هورموس. سيكون ذلك بتكاليف أقل وفي وقت قياسي. مقارنة بميناء المكلة. هذا الميناء الذي كان ضمن استراتيجية السعودية القديمة. كما كشفت وثيقة مسربة عن تقدم شركة هوتا للأعمال البحرية. بلسالة إلى السفير السعودي لدى اليمن. تشكره من خلالها على طلبه التقدم بالعرض المالي والفني. لتصميم وتنفيذ ميناء تصدير النفط في المهرة. وقال تقرير مركز أبعاد اليمن إن السعودية تدرك أهمية المناطق النفطية في اليمن. وإنها بخطواتها تريد تحقيق مصالح استراتيجية على رأسها منع نشوء دولة يمنية قوية منافسة إقليمياً في المنطقة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر